طالبان النهاردة سيطرت على كل افغانستان لكن الوضع بقى ايه مش مش على يعني كده بمبونية هتاخدها كده وزي الحاجة السهلة لا هناك بعض الاطراف الداخلية اللي بدأت تكون جابها ربما تكون يعني الظهير المقاوم لحركة طالبان خلال الايام اللي فاتت بن قسين كده احفظ او احفظه هذا الاسم احمد شاه مسعود او احمد مسعود شاه وهو رئيس او مؤسس او قائد ما يسمى بجيش الشمال احمد مسعود هو ملك الشمال الجديد ابن القائد احمد شاه مسعود اللي كان بيلقب زمان باسد بنشير مؤسس تحالف الشمال واحد اهم قادة المقاومة ضد الاحتلال السوفيتي مسعود او احمد مسعود ورس عن ابي زعامد قبيلة الطاجيق وهي واحدة من اهم القبائل في الشمال الافغاني وحكم اقليم بنشير شمال افغانستان خد بعض دورات العسكرية فين بقى؟ دورات العسكرية كلها كانت في لندن تعلم احمد مسعود شاه في الجامعة العسكرية الملكية ثم درس الحرب في كلية كينجز كوليج في لندن يعني هذا الرجل احمد مسعود شاه وان كان ابن المجاهد الافغاني الكبير مسعود شاه احد اهم من جاهد ضد الاتحاد السوفيتي الا ان البعض ولا سيامة في افغانستان يراه صنيعة الانجليز ابن الانجليز المدلل تعلم الحرب وفنونه وتعلم كل حاجة في الجامعة الملكية في افغانستان لديه اعداء مع طالبان بالوراثة يعني في الستنيات كان احمد شاه مسعود وزيرا للدفاع ثم نائبا للرئيس حتى استلاق طالبان على الحكم وبعدها خاض حربا ضد الحركة في 2001 اغتيل شاه مسعود بواسطة عناصر طابعة لتنظيم القاعدة المتحالف انا ذاك مع حركة طالبان يعني احمد مسعود يرى ان حركة طالبان خادت الحكم منه وايضا قامت باغتيال ابيه بمساعدة او بالتواطق مع تنظيم القاعدة قبل بعد سقوط كابل خلال الايام اللي فاتت وانسحاب الجيش النظامي الافغاني وهروب الرئيس الافغاني اشرف غاني البعض ظن ان افغانستان اصبحت ممهدة كلها من الشمال الى الجنوب بقبائلها سواء كانت الطاجيك او الاسبك كل القبائل اصبحت تحت سيطرة طالبان حتى خروج احمد واللي اعلن مجددا انه لم يعترف بحكم حركة طالبان وسيقاتلهم من اين بقى من منطقة بنشير شمال افغانستان وهي مسقط رأسه والمنطقة اللي بيحكمها اعلن ايضا تحالفا جديدا للقتال ضد حركة طالبان مين بقى لهذا التحالف اولا احمد مسعود قوي جدا ولديه جيش يسمى بجيش الشمال ولديه عتاد عسكري ايضا ضخم في منطقة واسعة في شمال افغانستان تحالف معاه وانضم عشرات الالاف من الجيش الافغاني النظامي اللي هرب واللي انحل امام حركة طالبان تحالف معاه ايضا بعض من كانوا يتحالفون مع القوات الامريكية وبعض من لديهم طار او لدى افغانستان اه لدى طالبان طار لديهم فاصبح الحركة اللي بيقودها دلوقتي احمد مسعود شاه لما بعض الموتورين وبعض من فلول الجيش المنحل او الجيش الهارب اللي سلم كابل بالاضافة الى قابلته والجيش بتاعه بالاضافة كمان لبعض من الحركات الاسلامية في داخل افغانستان يعني لو نقول التحالف بقى لو هنتكلم عن تحالف سياسي اولا جماعة الاسلام واللي بيتزعمها احمد مسعود شاه الحركة التانية اللي هي حركة جبنش ميلي القومية الاسلامية واللي بيتزعمها عبد الراشيد دستم عبد الراشيد دستم ده الرجل اللي 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 صدره مليان نياشين واللي ايضا هرب لحظة دخول طالبان كامل الحركة التالتة هي حركة الحركة الاسلامية بزعامة حسين انوري اما الحركة الرابعة هو حزب الوحدة بزعامة محمد محقق وكريم خليلي ده ما يسمى الان بتحالف الشمال واللي يبدو ان ما يحدث الان في مطار كابل وما يحدث من تطورات للاحداث في مطار كابل او في افغانستان يصب بالنهاية في مصلحة هذه الحركة حركة الشمال واللي يرى البعض او من يدعمه هذه الحركة سواء كانت بريطانيا اول من قال او اول من تنبأ بهذه الهجمات الارهابية يظنوا ان حركة الشمال او احمد مسعود شاه ابن مسعود شاه المجاهد الافغاني يستطيع ايقاف هذا التمدد الطالباني خلال الايام اللي جاية تابعوا كويس احمد مسعود شاه عشان ربما يتصدر وسائل الاعلام الامريكية ربما كمان يتصدر وسائل الاعلام المصرية الاماراتية السعودية البعض يردد على استحياء على مواقع التواصل اجتماعي دعم اماراتي لتحالف الشمال طيبا لماذا تخشى الامارات من حركة طالبان او لماذا يخشى الربيع اه الخليج العربي من حركة طالبان ولماذا يحاول الاعلام الاماراتي السعودي المصري خلال السنوات الماضية تشويه حركة طالبان بقصد وبغير قصد بزريعة وبغير زريعة اشتركوا في القناة